مساكم سكر زيادة وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تلاتة في واحد لجميتنا النهاردة هي قريبة لقلبي جدا 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 وبحبها قوي 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 الوش حتة من السماء وماما سمتها هنة تقدر تمثل دور الكيوت وتعمل شاقية صغنانة قالوا عليها باربي البنان سكر طعامة وحلويات معانا مزتي وصحبتي الأمر العسل هنة الزاهد أقولي ما مش عارف عامل إيه تعملين 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 عاد الإمام كان دور حلوة أو انا اكتر دور بحبه هو دور نيفين لف مأمون لشان دي اقرب واحدة لشخصيات الحقيقية يعني ايه هايزة تقولي لا انت حكينا بقى انا عايزة اقولك انه هو اول ما كلموني هوا مكلموني في شركة الانتاج وقالوا لي احنا عايزينك مع مع أستاذ عائد الإمام فقلت لأ اكيد لأ انتو تراجوا فقالي لأ تعالي يا هانا ويمدي النهاردة فروحت انا كنت مستدقة نفسي روحت اشوف ترامي إمام فقالتو انا بوست انا مش مستدقة لحد دلوات ان انا هعمل مع أستاذ عائد الإمام فقالي انت اصل لو شفت بورو بتاع انا اي حاجة انا مش فرق مع اي حاجة انا مبسوطة اوي بس فا اول يوم بقى شفته انتو تخيلة بقى حصل ايه وحكي لنا بقى حصل ليسب هو كان عايزينك في بيته كان على اكل عشان اتعود عليه فروحت انا اول ما شفته بقى 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 يا فاتوا كان المفروض بقوله ايه مساء الخير يو انكل بس بس ما بقول لش حاجة تانية هوا ده اول مشهد معي بقى مساء الخير يو انكل وباخش أنا و نونية لا أستاذة اللي بلايما كنت مخوش ببين فكل شوية والله العظيم يا شايماء والله كنت بنسل الجملة كل شوية أنا دي المساعد المخر يقول له الجملة كانت إيه؟ يقول لي مساء الخير يا أونكل كل شوية والله سألي فيها هنا فيها مساء الخير يا أونكل قلت بتقول خلاص خلاص والله بس بأتأكد وصورتها على طول ولا حمد ما ما اتهاش طب الحمد الله أه لك شؤونتي مساء الخير يا عم بأتبأ مشكلة طب تعالي أحكينا الشراء عن المسرح كواليسه كواليسه شايماء مالها بقى شايماء تعمل فيك إيه؟ يسمين شيرين أحكينا كده إلي كان بيحسن هو أنا وشايماء أصلا مع بعض في نفس القوضة صراحة أنا كده بوث الفضائح لأن المسرح كنس شوية فأنا وشايماء مع بعض في نفس القوضة كنس أيوة أحتحكينا على شرين وياسمين؟ لا مش نحكي أنا نحكي على نفسنا على إيه؟ أول بقى ما دخلنا إحنا مكناش عارفين نتعامل في القوضة أصلا مرتبة جدا وهي مش مرتبة خالص الدابة العكس تماما لا 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 شايماء اه أنا شايماء أنا عندي الفيديو أني فيديو تعال الشبسي لا لا أحكينا فأقولي الحقيقة ماشي أنا مرتبة جدا برضو لا الحقيقة أنا مش مرتبة خالص أيوة الحقيقة أكتر لا مش الدرجات يا شايماء أنا مبهدلة على الآن أنا مبهدلة؟ لا والله لا مش بترمي حاجتك؟ فيندة لا لا مرامتش حاجت لا مش بتعدي بقى كنت تحطي كل حاجات على الكنب والحاجة يا شايماء كنا من المستهيلين ما لنت تغيرتي ما إحنا هنحك له عشان يشوفوا التطور اه ماشي طيب يبقى أنت إيه؟ مبهدلة كنت مبهدلة اه عالآخر ماشي مش عالآخر قوي لا ما إحنا هنقوله التطور ماشي طيب قوي التطور مبهدلة عالآخر خلاص مبهدلة اه خلاص ايه مبسط قوي كنت مبهدلة بصراحة وكنت برمي حاكتي في الأوضاء بس اش كون متوترة يعني في مصرح أوبتها ما انتي بعد كده برضو كنت متوترة بس كنت ترمي حاكتك ساح؟ بقيتش هشايماء لكيتها بقى بت mauلاملن معاملة غريبة بصراحة هنا هنا بقت بتعلمني يعني ارتب الحاجة كويس لا انت لوحدك والله اتعلمت لا انت يا جميع كنتي برضو وراي لا انو ما عملتش حاجة طب كمللنا بقى يا هانا شوية ايه اكتر دور انتي برضو عملتي بتحبيه غير دورني فيه اكتر دور هقولك البيوت اسرار كنت بحبه وانا كمان كنت بحب فاكرة انا وانتي كان اول مرة اشوفك في البيوت اسرار انا وانتي مع بعض طب احكي لهم عالمشهد اللي بتاع العياط ناصر لا انت حكيه يا شايماء لا والله انت حكيه يلا ما انت لازم تتكلمني انا عد انه الحلقة كلها اللي تتكلم انا نزع هانين مني وما عايزين يسمعوك انتي انت حكي له احنا كنا بنعمل مشهد عياط كان جوزها مات وانا ده كان يعني بحبه في المثالسل ومات فكنا عادين على الكنبة وابد عادين بجاملنا بقى الاكل اه المفروض ان انا جوزي مات وهي كانت خطفة مني جوزي بس احنا بقين اصحاب لان الرجل كده كده اللي كان مفرقنا مات فالمفروض ان انا في مشهد لسه جايين من دفن الجوزي وانا منهارة ومغم علي تمام فرح ايه اللي حصل بقى فوحنا بنعيط فالمفروض ان في حماتي اللي هي مامة الولد فده لما لقيتني خلاص بهم علي فقالت يا حاببتي دي لازم نأكلها هروح اجبلها شوية شربة واجي فوانا بعيط في المشهد معهنا وبنعيط بقى بجد وانا نادرا ما بعمل ادوار جد فالعيط ببقى صعب فما صدقت انه جاي ففجأة ببص لقيت حماتي طبعا دي كانت غلطة من الاكسسوار بتاع فريق مصاص احنا هيودونا بداية وزمان ما هيزعلوا مننا بس لقناه فجأة داخلين بسنية عارفين فطر العروسين اللي هو بقى ايه لانشون مارسوس بقى وفرخة محمرة وااكل وبتاع فانا ضربت بعيني يعني ايه واحدة ان يبقى لسه جوزها متوفي وهيجبوا لها الاكل ده كله هو المشكلة مش في كده المشكلة لما شايبقى حطت ايدي على دماغها كده وانا عارف ان هي تتحك سبين اتحببها ونمدري لو انا مصلتش ايدك لازم تعياتي طبيعا انا قولنا ليه رفضت السنة دي مسلسل احمد مك ما عرفناش نتفق في الانتاج بس مش فلوس لان انا كانوا عايزين اني سنتين فمعرفتش انه سنتين ما عملش اي حاجة سنة تكلمينا شوية عن التاتو ماشي مالو بقى ده ايه بيقول ايه ده انا عملته في كرواتيا تخيالي بقى وانا كنت في مولدور تخيالي اه كنت مش عار عملت اصابح امثلة في كوت بحبها قوي اسمها.. يعني... يعني الاجي احلى ده باستي زيت وكم بس عمالتها بالفرانش لا عمالتها بالفرانش ده فرانش ايه؟ اللو ايه؟ اللي جاي احلى اصلا ايه بحب الكوت دي اكتر حاجة بحبها يعني دي اا اا دي اكتر ده باستي زيت وكم حتى لك اتباع عندي على كل حاجة على كل حاجة طيب وبما ان الاجي احلى فان شاء الله بقيت الحلقة لو أحلى مع هانا الزايد هنتلع فاصل ونرجع لكم استنونا ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه معانا الجميلة هانا الزايد وليلي هانوشا اسمك الحقيقة ايه هانا الصفة اللي بدأك في نفسك اول يعني لو تقدري تشليها وتغيريها من طبعك هتعملي كده اه الانانية الانانية بجد بس انا مش انانية قوي بس ساعة بحس يعني هم بيقولولي مين اللي بيقولولي يعني اختي فرح دمر بس لا وساعة موم بتقولي بس وساعة واحدة صاحبيتي بتقولي كده بس لا بوضع Wolf aكل شوية خلوة لا في 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 حد قلي قبل كده مفيش حد تاني لا هو ما بيقولي طيب ميش خلوس يعني مولاية مش أنانية وحشة يعني بس هو الان اصل واحد بردو ساعة بمش أنانية اللي هو الام اللي هو ال مش أنانية مفرطة لا اللي هو الحاجات العدية يعني الحاجات العدية يعني مثلا لو في أكل يعني مثلا لو حاجة مثلا مما جابتها مثلا حاجة مثلا لبس عكباني وتع فرح تقول لها أنا عايزة أقول لها أخد حاجات أن هي عديدة أقول لها مثلا بتتصوري زي ما بتعملي فيها تبقى أنا طلع في الصورة نصي وهي المهم أنت بس طلع في الصورة بشوهم اللي جانبك صح؟ عادي أو لو حد بسلا معاك طلع في الصورة وحش عينه غمضة بحطها طبعا ما بتسألهوش لو عكباني أحطها خلاص شاء تقوليني فكرة يا شايمان فكرة يا حامس طب قللنا إيه أكتر صفة بتضايق في الراجل الكداب يعني لو راجل الكداب ما تقدريش ترتبط بيه مهما جعتزر وقال وكده لا هيبقى أصلا لو هو كداب هيبقى هيعمل حاجات كتير أوي وحشة هيبقى كداب وهيبقى يعني هيعمل كل حاجة وهيبقى خين وهيبقى كل حاجة طب قللنا إيه أكتر عيب في الشهرة إن أنا بكون عايزة أكون على طبيعاتي على طول يعني مثلا وانا قاعدة في مكان وكده بس بساعد يعني أنا بنسى والله يعني مثلا حدد مثلا إيه حامدلي كده أنا بنسى فبقول بمس كده وورا فبقول لي أنا بحب يعني أنا مش بحيب أكيد يعني الحمد لله يا رب على الحاجات دي بس لا بحس إنه يعني ساعد بنسى بنسى أن أنا مثلا حد المعروفة وكده والناس عارفيني بس بكون عايزة أبقى طبيعية أكتر من كده بكتير طب في مرة مثلا أنا كنت نازلة متضايقة وحد مثلا قعد يتصور معاكي فكنت متضايقة آه كتير طب في مرة حد عكس كنتي فتكرتيه وبيعكسك عشان أنت فأن أنا بس هو بيعكسك أنت عشان أنت بنت عادية يعني هو طلبت معي عكسك عشان أنت مزة آه على فكرة آه وعملت إيه لأ بس يعني بذوله آه بيعكس وكده أنا يعني بضطرت حكله اللي هو كده اللي هو مرسي شكرا فهو قال اكتشبت أنه هو أصلا مش عارفني هو بعكسك لده طب وقلنا يعني أنا أنت تخانتي قبل كده آه وعملت إيه عملت إيه ما أنت عارفة عملت إيه سبته طب وهو لما رجعلك تاني بعد ما سابي اللي خانك عشانها عملت إيه رجعلي تاني لأ أكيد لأ أصلا هقولك على حاجة يعني أنا أكيد زي أي بنت يعني أكيد مثلا ممكن أعجب بحد بتاع كده أهو الولد ده يعني آه مش كويس يعني فأنتي اتبسطت إنه هو بعيد عشان هو كدبه أوه أوه مخاجم طب قولنا إيه أحلى هدية جات لك في حياتك قبل كده في عائل ميلاد من العائل ميلاد اللي فاتت جات لك إيه لأ حاجات كتير قولنا إيه هي أقول يعني مثلا حاجة بسطتني كان اسمي كبير كده وبفلاورز بيدة كده وكبيرة يعني أطول مني حطها لحد لوقتي في الجنينة عندنا يعني مباشل هاش وقتين حط لو هي الورد مات وقتين أصلي حاجات اتعملت مش حاجة هدية أيوة إيه هم اتعملت ماشي أقول لتعمل أيوة ده حاجة عديا وأنت هتقولي عاجة ويقول لك مخدرات ولا إيه في عائل ميلادك يعني مثلا يعني أكتر حاجة عجبتني روحت السينما يعني في عائل ميلادي آه وقيتين أكيد ما روحتكش السينما كده يعني ما أنا عايزة أقول لما لقيه أنا قلت يعني إيه تذكرتين سينما بكمسين جنيه إيه الحدث لا يعني كان السينما ما تؤجره لي الله وبعدين اتبسطت جدا دخلت فيلم إيه دخلت ما كانتش فيلم يعني كان اتحطي لي فيلم فيلم بحبه الله ده نوتبوك فيلم إيه بقلتي بتحبيه ده نوتبوك ده نوتبوك وبعدين بس وبعدين اتي ساعتها بقى كانت الهداية دي من مين لا خلاص يعني ليه لما خلاص ما لا جمهورك لازم يعرف خلحي قوي لا مشاهم حد يعني حد قريب لقلبي مين حد قريب لقلبي خلاص طيب مبروك قولنا يا هنه ايه الدور اللي انتي رفضتيه بس لو رجع بك الزمن هتعملي عشانتي لو شفتيه لقيت حلو لا اصلا هتعمل حلو قوي فمش هينفع اقولي لا عادي لا لا حاجاتي عادي عادي احنا هنحايل نجمة اللي عملته عادي لا بقى انا مزعلتش على فكرة لان ربنا ممكن يكون لو عملتك انا هتلعوحش جدا بالضبط فعادي ان احنا نقول ياندي هقولك ايه اللي كان ما هي هقولك تحت السيطرة انا دور جميل عادي دور جميلة المشكلة ان انا احنا يعني ماما وكده بتتصرع في الماما يعني مثلا برضو هي معاي على طول هي اللي بتختار لي وهي اللي بتقول لي كل حاجة مثلا ده او ده لا كده فهي احنا اكتقارنا ان الدور هيبقى يعني مش هيبقى اوفر مسلا فبس بس هي عملته حلو بازياء يعني ممكن تكون عملته احلى حاجة ممكن تتعامل بصراح طب انت عمرك ادايتي من منطق بسلا انها اه رفضتلك شغل انت كنت تحبه ان تتخذي لا لا خالص لا لا خالص حتى لو بعد كده حلو لان ده خير ليه لان ربنا هيعملي اللي فين خير على طول ممكن اعمله ويطلع زي الزف او مثلا حاجة مثلا تانية ومش رزق بتاعك ومش رزق كمان يعني مثلا حتى لما مثلا فالكزامبل مثلا احدثت دور وانا خدته وعملته حلو ده برضو رزق فهمها يعني ما تعرفيش صح حتى لما ترفضي حاجة كبيرة اوي صح ولو في اول حياتك مثلا جالك بطلاته وبتاع ورفضتيها ومتعرفيش ممكن لو كنت عملتها تبقي واحي الشمس طب انت الدوري اهنا اللي انت نفسك تعمليه نفسي عمل واحدة بلدي واحدة بلدي طب تعملنا حتة كده واحدة بلدي لا 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 ما كسب لا الله ليه يا ماما كسب والله لا 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 والله عادي وانا همشتن معاك لا نفسي عمل واحدة بلدي والله مش احنا هنعملها مع بعض يلا الله هنطلع فصله ونرجع لكم تاني مشاهدنا وعتروح في اي حتة نعري شوي موسيقى ورجعنا لكم بعد الفاصل مع مزتي وقتتي هانا هانا دلوقتي هنلعب لعبة تانية اسمها ماذا لو؟ كلها افتراضات في افتراضات اوكي؟ بس لازم تجاوبي هنقول لك سؤال ونعرض لك صور تختاري من الصور دي اجابة تمام؟ تمام هفهم لما اتشغل ماشي هنعرض لك دلوقتي ثلاث صور وتقول لنا لو انتي كنت شبه ممثلة من القدام تبقي شبه مين؟ صباح ولا نجلاء فتح ولا مرفت امين؟ هم تاتل لوين ابي صار طاعة ام نجلاء فتح انتي لو كنتش اخترتها كتانا اختارها لك عشان انتعرفانًا دايما ماما قصلا هيا شبهه اكتر مني وهيا صغيرة لأ ماما شبهه معكبرت وانتي شبهها وهيا صغيرة والله العظيم انتي شبهة وهي صغيرة طب قولنا يا هنوشة لو هنخرجك من جسمك وهتبقي جوه جسم إحدى هزي المطربات فتختاري تبقي في جسم مين هيفاء واهبي ولا مايا دياب ولا ميريان فارس لا ميريان فارس ليه مش عارفة بحب جسمها ما شاء الله هذي بس لا وهي حلوة كلها وشعرها عاشر كيرلي انا بحب شعر كيرلي قوي تحب شعر كيرلي اه قوي يعني ما بحبش الستريت يعني يعني ده مش عارفة لا حلوة عليك أنا علي أنا بيبقى مش حلو والله ما بحس انو مش شعر لا انت قلتش يعني مش حلوة والله حلوة قوي قوي كمان طب قولنا لو اتعرض عليك ثلاث بطولات اه انت قابل لي اللي بحب بها اه لفيلم سنة ما تختاري تبقى البطولة مع مين كريمة عبدالعزيز ايو ولا هم ثلاثة يعني اكيد احمد عز ولا احمد حلم انت عارفة صحب انت عارفة ايه انت عارفة لا انت اختاري اكيد ثلاثة يعني لو اتعرض عليها بس انا في حد بحبه قوي احمد عز ايش معنى معرفش يعني من زمان يعني عشان مز وكده لا 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 بحب تعرفين بحبه وهو بيزعق ايه ده بجد والله العظيم تحبه وهو بيزعق لا ما بتعصر عشان صوته بيقى وبحوح بحبه جدا وهو بيزعق والله العظيم تخيل لي بص الدماغ طبعا تحية جبيرة للفنانة احمد عز طب قولنا فارس احلامك من الزمن الجميل مين من الفنانين دول رشدي ابوازة ولا احمد رمزي ولا عمر الشريف هو فيه صوت حد وشكل حد لا عايزين حد واحد صوته بشكله بكله بجد رشدي ابوازة رشدي ابوازة طبعا رشدي ابوازة طب لو انتي هتعملي دور البطولة النسائية في واحد من الافلام من اللي تعملوا دول تختاري انهي فيلم ابو علي ولا كده رضا ولا تيرينتا او كده رضا ايه اطلع باكينا احمد حلم تطلعي منه شلبي او او ما انا بقولك البطولة النسائية سوري اما مين ولا تيرينتا دنيا سامير غانم ولا ابو علي منازفة بصي اهو فيه تنين بحبهم اوي واحد لا تيرينتا تيرينتا عشان ان شخصية او يعني عايزة الطيار دو دي لا اه الله لا عشان فيه كتركز عشان ايه عملت الدور حلوة اوي 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 وحببت واوي او 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 انا بحب الفيلم ده من اكتر الافلام بحبه تمام طب قولنا مين اكتر كوميديانة من الفنانات دول بتدحكك ماشي امي سامير غانم ولا اسمينا عبدالعزيز ولا قيتن عامر أكتر رح لمتحكت لأ امي سامير غانم امي سامير غانم امي سامير غانم تحيه كبيرة لها طب لو انت كنت بطلة فيلم خلي بالك من زوزو مين الرجل اللي يبقى قدامك في البتولة من الفنانين دول علي ربيع ولا حبل مرغاني ولا اصول فيه ما هقول مش هعرف لازم لازم تحد فيه شوفي باع مين اللي ياخد مكان حسين فهمي نقول مسلا حمد المارغاني هو فعلا شبهه جدا تحية لحمد الأمر لو انت مطربة و هتاخدي أغنية من دول تبقى بتاعتي فكنت تختاري أنهي أغنية من دول مشاعر الفنينة شيرين ولا أواخر الشتة لإليسة ولا آه يا دنيا للعسل بوسي أواخر الشتة أواخر الشتة بتحبيها أحب إليسة أقوي أكتر أغنية أحبها من أكتر المطربين اللي بحبوهم يلا غنيها لنا بأيهانا طيب وهي غنيها معايا ماشي ماشي يلا يلا قوي يلا كنا في أواخر الشتة قبل اللي فات متغني يا شامي زي اليوم من دول عشنا مع بعض حكايات ده أنا وانت لما أحب أتونس معا أنا كنت باخد بعضي واروح له من صفات والناس فاعز البرد يجروا يستخبوا وإذا كنت باخد محشي واجبر يأوام وأكله عكا في تبدو ومتغني يجروا تبع كلم كنت باخد هفه كنت باخد نفسه shore الله آه يا دنيا الله آه يا دنيا آه يا دنيا نزل تحدي يا دنيا فينا وللنهار دلتشي ده أنت حتى مبشي أنا فينا أنت تبيني كلام يا شباب وأنا بوني كلام بلواتي أنا اللي غلط أنت غلط وأنا غلط لا أنا حافظة كلماتك ليش حب أنا حافظة صم أنت حافظة صمت بغنيها الوحدي؟ أه حافظة غنيها ماشي من أولها أيه؟ من أولة عنها就عني كده أيه أول جملة نزلة تعني يا دنيا نزلة تعني يا دنيا فينا ومن النهار ده بأ أخرسي لأني حتى ممشي أنا بالألام والمسترة مبسوطين كده عيني عينك الله غلط يلا إييييييي خلص غلط يا إييييييييي غلط يا شماعة ونبيين ده ليديك كلمة صح كدابة يعني خليه على الله شكرا يا لأنهم أروا الأغنية حسنت السؤال الأخير يا هنى أخير؟ هناك هذا الخير إننا ciام في غير مرتبط ولكن من ن 68 هي المرتبطة لذلك المال سيختاري شخص Хone من أين يختارف Easy واحد اوكي يعني احمد عيز. احمد عيز. احمد عيز. احمد عيز. بس ارتبط بي ارتباط. اه. ارتباط. اه. هيبقى ده ارتباط معي. ارتباط. ايوه. انت بتبدي ده ليه. انا بقول لك اهو ارتباط مين. ماشي. احمد عيز. لا كريم عبدالعزيز بقى. كريم عبدالعزيز. انا حسيتك برده تقديم انتي مش عقبة. ماشي يا تهولي ده. لا لا ايه ده. اه. كريم عبدالعزيز. برضه بحق بقى. كريم عبدالعزيز. هات المايك ده هات عشان مش عايزي اللعب. اهو خدي. لا احدفي زي ما احدفتهولي. هيلفلف. لا مش هيلفلف. احدفي جيم. احدفي. اهو. بس تسبيك ايه. يبقى كريم عبدالعزيز طير احمد عزه. ونشوف. مين. طاني. اي ده بي. اه. اي ده الله. لو كريم عبدالعزيز و احمد حلمي. تختari مين? اه كريم عبدالعزيز. وكريم عبدالعز طير حلو. لسه مكمل معانا. صيب. لو كريم عبدالعزيز. ماشي. واه. أحمد السقه كريمة عبدالعزيز ولسه معانا كريمة عبدالعزيز طي لو كريمة عبدالعزيز متامر حسني أنا محب متامر حسني قوي في الحقيقة مطنيا نكمل مع كريمة عبدالعزيز ده أنت مخلصة قوي لسه كريمة نكمل معا نكمل معا طي لو كريمة عبدالعزيز وهشام جمال ده ايه ده افتراض يعني ولا ده ايه ايه افتراض لا نكمل بقى مع هشام وجي هشام وطير كريمة عبدالعزيز كان مكمل معانا 17 سنة طي حماي ده بقى ما تختريش ونتير حماي عشان هو أساسا محجوز لنا وهي أكمل مع شام جمال مش محتاجة انكم تسأله لا مش محتاجة لاجي جمعي بصراحة طبعا ليه يعني يعني فيه ممكن لاجي جمعي لا هتو ممكن اختاره لا انا اللي اختاره ماشا اخترتين اوه لو شام جمال لا هو عشان يعني انتوا ينفعت الفضلي لانه او كده كده اصلا في واحدة تالية باختراه مين يعني مش هو طاق مين بقى انا شو شو اوه مش هو متجوز ايوه مهدف ترات بقى هو لا يبقى حياء ولا وقع يا ستي الله خلاص يا شاميه انا عشب خلاص يا شاميه وعدم لما تلوح تقوليني تلقى واحد هتزعلني منك يا هنه خلاص والله خلاص والله ما قصد يا انت بتقوليني كده خلاص يا شاميه لا الحركات دي انا عارفها في المصرح بقى طيقه الله طيب بيشام جمال ولا هاني سلامة يا لهوي بقى خلينا بقى ما نفعلش بقى ايه خلينا بكده نقف اللعبة لا خلاص خلينا كده وهنتلع فاصل ونرسم قلب وضحكة على الشبابيك ونرجعلكو تاني استنونا ورجعنا بعد الفاصل وهنلعب مع هنه دلوقتي هنه اللعبة اسمها ابجد هوس اتعاد الحرف الأبجدية؟ اللي هي ألف B عرف زهم كلهم طيب هناخد الحروف دي أنت هتقولي جملة بحرف الألف وأنا هكملها بس جوه شكل قصة أوكي؟ آه طيب فهمتي؟ يلا بكي أني أخر حرف أنا أبتدي بي قصة لا مش أخر حرف بالألف B أنا هقولك حاجة بحرف الألف أنت تقولي حاجة بحرف الب أنا اللي أبتدي بالقصة يعني؟ لا أنت قولنا القصة اللي هنمشي جوها إيه؟ لا أي قصة؟ هقولك كأن إحنا اللي اتنين بنتخانق على ولد على ولد تمام؟ آه ماشي أنت اللي خدتي حبيبي مني؟ لا توقتوق جيب التاة هنو عايزين؟ بق 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 بالB آه صحة أول B بعد الألف صحة آه بصي بقى إيتي اللي بدأتي وأنا بقى هاخدو تاخدي مني يا حبابتي؟ سي؟ سواني بس صحة صحة سواني بس أنت ليه مقابرة الموضوع؟ جيم جيم جاتك نيلة أنا مش فاهمة واشايف فيك إيه حلوة عني حاضر 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 يا شايماء أما تشوفي آخرتها بقى خسارة فيكي كل الصحبية والعشة اللي كانت ما بينا ده أنت حتى ده أنت حتى مندفعة مندفعة جداً ده أنت حتى ده أنت مش عارفة ده زيل بقى زيك زي غيرك من كل البنات اللي حنتني ثاني سكوتي ما تقوليش روح يا شايماء من وشي دلوقتي زيبالة وهتفضل طول عمرك زيبالة سموية وهتفضل طول عمرك سموية شمال صاد 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 هذه المỗمة صبرك علي صبرك علي ضيعة وصائعة طبعا انا هوريكي زبطي نفسك الاول بعد ان انا بتعليك كلمة معي ايه لا دي حاجة عملك ما تعرفي تعملي حاجة غلبانة وما تعرفنيش فاشلة 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 قولي كده بقى انت حفزة بقى حفزة ايه فاشلة قولي كده بقى انت عايزة ترى قوليلي كل شتايم دي واسقطلك ايه كيف كيف انت ما انا عارفة انه كيف والله ثواني لا انت كده خسرتي احلي فيه؟ اه طبعا انت مش عارفة تكملي كاتي كنيلة كاتي كنيلة بالجي مش بالكيف اسمعها جاتي كنيلة انت خسرتي يبقى الناسة تقولك قولوا معانا ايه انت ما عامل ايه يا شايمة طيب؟ تقوى عاملها تاني بس تكسبي فيها ابتد انت وقولي القصة انا بالأول تاني؟ انت بقى قولي حرف عشان تختاري حرف تانية اه اه بس القصة تانية تبقى ايه؟ ماشي قصة ايه؟ انا عايز اقولك على حاجة مهمة جدا بطلي التحوير انا بحورش ثانية بس انا هاعرفك انك بتحوري جموسة وهتبضل طول عمري جموسة حمارة وهتبضل طول عمري بحمارة اه انا ويمديك وانا انا 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 اه اه اتعنت الصالح معي خسارة الحب اللي ما بيننا يروح بكده ده انت اللي مزعلاني وفلقل تقولين خسارة؟ زي؟ زي بمقولك كده والله العظيم انا بحبك يا شايمة بس انت يعني اوبر يعني ربنا يسامحك خلص انا هنسى كل الوحش اللي انت عملت فيها واش هتعملش تمتالي زي ما بقولك كده خلص بقى ام ايه يا شايمة في ايه؟ برضو زي ما بقولك كده زي ما بقولك كده يا شايمة خلص بقى يعني صافية لابد سيبينه عيض شوية وانا هنسى الوحش شيلي بقى ايه ورع دوت لاي بره عشان ما ده تتخلق منك صبرك علي عشان انت بفيش حاجة بحقق فيك وانا حاولت صالحك وانت يا اساسها بما بتمرش فيك حاجة وهتخسري في اللعبة دي برضو ايه رأيك بقى؟ ضاميري مرتاح وانا بخسر ضاميري مرتاح طيب يبقى سقفولي عشان انا اللي كسب دلوقتي انا هنلعب مع بعض لعبة زي عروستي كده اوكي؟ انت معاكي طبعا الكيو كارت دي فيها صور حاجات مش هتقولي عليها مش هتحاولي تشغالي عشان اعرفها بس تحاولي تشغالي بالمداري يعني هتحاوليش تخصلي نفسه عشان ما اعرفهوش بس افنا السوق تقوليلي حاجات صح اوكي؟ يلا تبتدي او لا بتدي انا؟ بعادي حاجة مش كبيرة ومش صغيرة كملي ده كده اقول واحدة انا اقولك اجابات يا ماشي البطيخة حاجة جمدة برضو البطيخة حاجة فيها علوانات كتير من جوة برضو البطيخة حاجة متالك متالك؟ المساة حاجة يعني متل يعني لا ما بعايزين بالعرب والنبي حاجة... حاجة يعني طب ماشي حاجة ملدرش نستغل عنها كل يوم نمسكها الموبايل؟ اوه، ش ش وكازب مستويش طبيب انو بقا هي حاجة مدورة بطيخة لا هذه واحدة هي حاجة بتلف غسالة لا اتنين هي حاجة بنشتريها مروحة لا ثلاثة هي حاجة بتغير حياتنا حاجة بتلف ايه بتغير حياتنا مروحة بتخليها لو حاجة تبقى حاجة مع انها بتبقى هي الحاجة مش في الحاجة ميكوب لا اقدر بها هي ممكن نصبط بيها الميكوب مرايا غلط لا مقولتش مرايا طب قولي ايه ام تت الفودر اللي هي المدورة لا غلط هي ونظمش بتسهلي والله لا عزيز سيهلي ايه بقى هي ايه طب هكمللك هديك واحدة عينة وسايدس مش عشان انت حاببتش طيب هي ممكن تضرب في وشنا اللمبه بس يا بات اللمبه عيوة ماشي وليه حاجة بتنور حياتنا لأ من قلتلك بتغير حياتنا تبقى حاجة متبقى حاجة يلا انت حاجة صغيرة هانا حاجة بتحبيها قوي يا شايمي برضو هانا حاجة ملونة مانيكير صح شايميه بس هحلك قوي يا شايميه طيب يلا انا برضو هقولي ماشي خلاص انا هسهلك دي يلا حاجة مدورة غسالة لا حاجة بتتلبس ندارة لا حاجة بترتبط في دماغنا بحادث سعيد حاجة بتتلبس وبتتنقل ايه بتتنقل حاجة مدورة سلسلة لا بتتنقل انت كل حاجة بتجوبي انتو بتجوبي ايه خاتم خاتم هم غششو دا الحقيقة اللي اتنين طيب هدو كل حاجة يلا انت يا هانوشة حاجة مدورة برضو هم ربعة هم ربعة علبة البودر طيب انا خليك دي بتعرفيهاش ليه كده انا بقى كده طيب باشي حاجة بيضة حاجة بيضة ايه البيضة حاجة بتغير حياتنا المراية حاجة بتنعيشنا البرفيوم ايهو دي مدورة وم مربعة ايهو كنتبه الازازة مدورة ومكتبها مربعة طيب حاجة بتنظفنا الليفة غلط خزرت يا شايماء لا اديني واحدة زيادة زي ما انا ديتك واحدة زيادة حاجة فيها اركم كمان الساعة الساعة غلط طب وريني ايه؟ حاجة منحطي فيها حاجة عشان تبقى حاجة وحاجة فيها مية كمان مية؟ دي ايه علبة البودرة المائية دي ولا ايه؟ حاجة بتنظفنا الغسنة؟ اه الغسنة اللي انتي عادت ويعملها من الصف ايه جاتلي كان بسنة عادتك فرص كتير ميشي لا صح انتي برافو عليك طب يلا في واحدة تانية؟ اه اخر واحد حاجة بنحط فيها كل حاجة دولاب حاجة بنخدها معينا في كل حتة شنطة برافو كتيرا جاست على حاجة وبما اني كنت اللي كسبتي ايهانا في اللعبة دي كده بقى بقى والله انت اللي كسبتي ايوه ميش ميش احكم عليك حكم انا كتب؟ اوه واحكم عليك حكم قولي ماشي؟ ميش مش متأثرة انت عاد لأ حكم جامد يعني؟ صح؟ اعدليني بقى لوصنات عشانت عوجاني ايوه كده شكرا انت حب شوشة؟ احبها احبها طب يلا قولنا عايزيك تقلديني حد قلد مين؟ انت تختاري هو دا الحكم ماشي أاااا أقولك أنا ممكن أحد أتقلدي وحد أنت بتحبي تقلد إنه مثلا هشام جمال يا لهوي إيه ألد... ألده إزاي صعبة أو قلدي صعبة أوي أوي لأكما بتعصب مثلا لا statistا لا هو مش بتعصب يعني هو لا بتعصب اوه في السوديو انا مش هتوش في السوديو بتعصر اقلدولك انا اوه نابلة تقلل لذي لا انت قلدي صعبة قوي حاولي كده بص انا قلده مع بعض ماشا مان احنا منعو كل حاجة مع بعضينا ماشا نقلده سواء اه ماشا انت مش متخيّلة انا ويحبش الوال بيبر انت فاهمها لا انت شخصية مستفزة انا نية جدا لقيت بقتي اوفر لا انت اوفر مش هرد خلاص انا مش هرد على الموضوع ده تاني انت ماردة انا مش هرد على الموضوع ده تاني خلاص طيب انا مش هرد على الموضوع ده تاني طب قلدلنا حد تاني مين انت اختار لازم حد معروف صعا ها تقلد لنا أوك انطلعت ذكرية في البيت ماشي ماشي هو إنسان يعني هو هادي جدا في البيت يعني مش ما يعني هو كوميدي بس مش كوميدي زي التليفزيون كده طال يعني مثلا إيه دادي ممكن أنا بقوله دايدي فابقوله ممكن شكرا فانا كلما مخرج وميحبش نغا يعني يبيحبين انا عارف البيت كذير ايوه هو فين بقى التقليد في الموضوع ما عاربش فين هو سالت ادو بيقول لان هاسلت ادو لا لا انا بقى لدك في البيت بقى يعني بقى لدو سوى تليميزيون تمام شيرين انا خلاص انا تعيبت من الموضوع ده هتنزلي او انا مش نزلي بقى تقول ايدي هنزل ونبي خلاص يعني اليوم ده وخلاص نزل غلط كده كده انا زعلانة ومأهورة تسعى؟ طيب تحية كبيرة طبعا للفنانة الكبيرة طلعت ذكرية واحنا بنشكرك يا هنه انت نورتينا نهو خلاص اه احنا زعلانة انا زلت ودرات ما عايزة اقضى طب احنا ممكن نقفل ونحنا نكمل نعود رغي مع بعض ماشي احنا من ناجل بقى اه نروح ناكل اه عايزة تكلة ايه؟ حمام حمام؟ اه وتاكل ايه؟ ايه شيف سكرت ايه؟ وتاكل ايه؟ ايه قلبس بجنيه؟ وتاكل ايه؟ طيب احنا نختم ونقلش معا نفسنا ناكل خلصت حلقتنا من برنامجكم تلاتة في واحد وكانت معانا العسل هانا الزايد وستنونا في حلقة جديدة شكرا 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 شكرا